السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يا جماعة الخير أقول لكم يا يانا حيمس تالس حدي توني قاري حدي ياهو برد على قلبي شي 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 عجيب اللهم لك الحمد على هذا الدين العظيم على هذا النبي الكريم اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء على الله الحيم تبدي المدارس ولا حصلين في نافقات علينا خاصة لعيالة مدارس خاصة وتشتري لهم ملابس واحتياجات المدرسة أموال تنفق تخيلوا إن كل دينار أنت تنفق على عيالك أحسن صدقة هذه أنت ممكن تقدمها حق رب العالمي يعني شو أنت تصدق على فقير وتأخذ أجر أعظم صدق أنك أنت تصدق على عيالك متخيلين لا والحديث صحي مسلم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة عتق رقبة تخيلوا ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم هذا الحديث في صحي مسلم مو كلامي أنا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاص فلوسك هذه اللي أنت قعد تنفقها عشان المدارس قعد تعلمهم قعد تلبسهم ترى والله يجمعها هذه من أعظم الصدقة في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل ودينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله فتطمنوا أمركم إن شاء الله طيبة وطاب فالكم وحالكم بإذن الله احتسب بس الأجر وأنت تشري حق عيالك وأنت تدفع رسوم المدارس وأنت ما تقصر معاهم شيء أن كل هذه صدقة عند رب العالمين أنت قعد تحطها بيد أكرم الأكرمين سبحانه يربيها لك وبتشوف إن شاء الله بركة في عيالك بإذن الواحد الأحسن